أحياء بالكامل طرقاتها ترابية وحجارة فرشت لتغطي الحفر وإذا سلكت السيارة من هنا على سائقها التمهل فخطأ واحد يكلفه عطبا وخيما وفي المقابل أكوام من القمامات شوهت المنظر زد على هذه النقائص إن عدم النقل هي يوميات يقضيها السكان قرية العيون بمنطقة الرباحية ببلدية لدخالد بولاية سعيدة منطقة العيون محقورة من الخمسة وثمانين ولا واحدة وثمانين رها قاعدة رها قاعدة محقورة لا طريق لا ضوء لا يدك لا يردك كون يجوا يساووا غير قدامة تلامية الهتارة فوصي فيه زردة ما عدناش نقل كون ما نجيناش نقل منعين سلطان خاوية نقعدوا هنا ساعتين ثلاثة ما نركبوش ولا تقوم كيرا سيارة كيرا سيارة هي أدي لتكلوفة عالية عدنا تزويد الماء السكان الخزان الماء ما يكفيش للقرية نص يشربوا ونص ما يشربوش فوق كل هذه النقائس يضطر سكان القرية إلى انتظار الشاحن الخاص بجلب غاز البوتانة في ذل حرمانهم من غاز المدينة قضية الغاز الغاز رها محطة لا تبعد عن القرية إلا عبارة عن أمتار فاتصلنا بالجهة الواصية بالبلدية ورسلنا مديرية الطاقة والمناجم ولكن بيدون جدوى نحن رأينا في الـ 2016 والغاز ما عدجوا ما عرفوا بأن هذه القرية منطقة باردة فنطلب من السلطات المحلية باش تشوف حل هذه القرية يوميات القرى الداخلية تتشابه ويتشارك قاطنوها نفس المطالب يطالبون بحقوق هي في الأصل مشروعة لكن المسؤولين المحليين لا يفرقون بين مصطلح الحق والمطلب فالكرسي أنساهم واجباتهم نحو رعاياهم